نشوف بقى الناس اخبارها ايه في السوشيال ميديا كده وقرأهم ايه نشوف كده التوقعات ايه التوقع الاولاني ده النصر السعودي محمد المغربي يقولك لو راحل محمد صلاح يروح على النصر السعودي خال ما جاتش فيه مخيلتي صعب نيرى عبدو ريال مدريد ان شاء الله فخر العرب طارق صادق بيصبح علينا وبيقول في حال رحيل محمد صلاح عن ليفر بول اعتقد الانسب لي الريال او منشاست الستي واتمنى ان يذهب الى الدوري الاسباني عموما سواء كان الريال او بارسلونة وان شاء الله اتمنى لي التوفيق فيما هو قادم هل متوقع ان هو ممكن يروح الدوري الاسباني ان انا اسمع بارسلونة اكتر من مرة لا لا ما فيش مشكلة او تشافي كان عايزه كذا مرة يعني بس هو العناصر اللي جابها تشافي خلت خلت الاستعانة محمد صلاح خلي بقى ولك الحاجة الصلاح بقى حطه محطه الدوري الاسباني من زمان اه من زمان بس غريبة ليه هو في اقوى دوري في العالم ليه حابب يروح الدوري الاسباني ماشي انت هرح فين هيرح فين ريال مادريد او بارسلونة وعمل اسمه الكبير في بايرون بيحب يلعب في الدوري الاسباني الافضل دوري ممتع لا يقل لحد ما مش متعة يقل في القدرة بس في النهاية احسن ناديين في العالم اه ماشي مش هناختالف بقى لو بيت طبعا نحن نتكلم فيه واي حد يتمنى يروح هناك احنا نتمنى نروح مادريد برضو بس يا البلد او الله الحاجة محمد بيقول لنا ريال مادريد داليا محمد صباح الفل على اجمل مزعيني اتمنى إيلا عن ريال مادريد يا ترى داليا محمد بنت الحاجة محمد والله ممكن وارد برضو همام بيقول تشلسي او من يونيتد ريدا شعبان بيقول باريس سان جرمان بيتر بيسادة بيقول بارشلونة او منشستر سيتي هان ترى بيقول شكلها باريس سان جرمان اه برضو من الاسماء اللي قررت هو لو ميس استمر ممكن يفكره طلاح لو ميس مبابيه قعد ممكن يفكر محمد صباح مبابيه لو ميشي راح يرى للمدريد ولغد الوقت ميسي حكاية انه يكمل ولغد الوقت مجددش عهده لو ميشوا الاتنين ممكن ما يروحش هو حابب يلعب مع الاتنين طبعا حاجة جميلة جدا ونيمار ممكن يمشي فحيبقى باريس سان جرمان فاضي من النجوم بعد ما كنا حامل كل اسماء النجوم خريطة القوة هتتغير طبعا هو في نفس التوقيت مش هيكون نجم الاوحد هيكون نجم وسط النجوم وأكيد هيساعدوه هيرجعوه المستوى تاني وهو نفس التوقيت هيخدم عليهم أكيد لا لما احنا نشوف الكوكتيل ده صلاح وميس ومبابيه ونيمار حاجة جميلة جدا هو من بابيه الرومرز أو الكلام ان هو ممكن يروح فينا ممكن يروح ريال مدريد مهو حلمه الأساس ريال مدريد بس دلوقتي في الفترة اللي هو فيها دي لغاية دلوقتي على ما اعتقد يعني مانش أي مشكلة خالز بالنسباله يعني هو ممكن ان هو ينتقل فعلا هدف من زمان هو بصي الهدف فيه عند العباء بقى هدف معينة من زمان جدا طالما هو قادر وعنده القوة الاعلامية والقوة اللي تخليه قدر يروح فبيركز لايمن ريال مدريد هو عنصر الجاسب لأي لعب من زمان محمد صلاح فالفين وتلاتاشر انا عدت معاعدة كده فبقوله كان في بازل بقوله نيبسك تروح فيه قال لي لن اذهب الا لن اذهب دي بتاعتنا قال لي مش هرجع مش هرجع من انا قلت له طبما انت بص ده فلان راح ورجع فلان اول ما نزل من الطيارة الام وحشاني لسه نزل من الطيارة الام وحشاني والله اسمه حاضر معي وحشيت ام فقلت له هتعمل كده المستحيل انا مش هرجع لانا ولا لعب اسطورة والله خدتاله عنه وبالفعل مثلك الاعلى ايه يعني عايز تروح فين قال لي برشلونة ريال مدريد باريس سن جرمان احد انديت القمة في الدولة الانجليز وبالفعل الناس بيت تصابق عليه هو وفين دلوقت صحيح يعني هو حط هدف قدامه وربنا ساعد وربنا ما هو بصوا الكفاح والجهاء اصبح مش حاجة بتجيس بسهولة على فكرة مش حاجة بتجيلك وانت قاعد كده يعني تكتهدي وتعرف امكانياتك تشتغل عليها اقسم بالله هتروح في المكان اللي انت عايز بس الله بس الله بس الله لو عندك ناصح يكمل ولي صح صح دي حقيق الله دايما اي حد مكتهد حتى لو لا يمتلك الامكانات الكاملة هيوصل لهو عايزه لان ربنا سبحانه وتعالي حب المكتهدين سيد ابو حماية بالاوضاع الحالية في السعودية لكن اتمنى يلعب في ريال مدريد احمد خاطر الاهلي ممكن والله لا لا صعب ده صعب يا ريت هو ده امنية ومحمد رجب الاهلي برضو شفح الله يا ريت يبقى شيء يبقى شيء رائع يا حلم بعيد طبعا طبعا طيب مين تاني وسام الرافضين بيقول ربما يبقى في انجلترا ويلعب مع نادي اخر او ازهاب لاسبانيا لصالح ريال مدريد عبدالله بيقول اعتقد ريال بس محمد صلاح مش هيلائي نفسه غير في ليفربول صح كلام وصح هو ده الكلام وكده كده ممتد العاد بتاعه يعني يوم يعني يوم يعني عشرين خمسة وعشرين وماله وفيش مشكلة هو هي يعني كابو حاصرت لليفربول ايه المشكلة يعني انا مش شايف فيه مشكلة والله ومش عارك مين صاحب التصريحات ان الليفربول هيستغن عن طرق هي داسان هي اللي كتبت وفي كذا موقع ايطالي هما يبدو ان هما بيقروا الصحافة المصرية لما بلقوا في مشكلة فبيعمل ايه يحاول يعمل ازمة كده الفرة مغلوبة 3 صفر يعمل لك اي ولا كان لا انا همشي فلان عشان الناس تنسى الهزيمة فممكن يكون ده يعني يعني بالون اختبار عاملينه لو ان الحاجات ده هما بيستخدمهاش كتير بس دي دي صحف كبيرة يعني كلمة عن داميرور الانجليزية ودسان ومواقع ايطالية انتي بقالك قديبت اسمعي عن صلاح انو هنتقل لكل الانجليزية احنا على فكرة اسمعنا اصلا عن الموضوع ده اكتر من مرة مع ليفر بول يعني من سنتين وكان من سنة وكان من سنة وكان مقرر بس احنا قاعد بس احنا قلنا ده كان بيشرب بيشرب عصير يعني هنختلف عن اللي كان بيشرب بس بس ظروفها التكنيك ده بتاع التمويه ده بس ظروفها وقتها كان حاجة تانية يا جماعة كان وقتها لسه ما جدتش حقده فكانت الرومرز دي بتطلع دلوقتي محمد صلاح ماضي لغاية 25 فالواضع مختلف معلمش هم سبب الرئيسي في عدم التجديد لمحمد صلاح والخوف للتجديد ليه بسرعة ساعتها وكانت التجديد الطبخ على نار هادية قوي منما كانوا خايفين يوصل ل30 سنة واحدة 30 سنة والميزة الأساسية اللي عنده اللي هي السرعة تقل شوية فهم حاسوا ان المستوى مش هو اللي هم عارفينه عن صلاح يعني صلاح دايما كان هو اللي بنتاشر الفرقة اللي هو الفتو اللي بيجي ايه بعد ما يتضر بالناس كلها يطلع هو يطلع ياخد اللقطة لسه ما خدش اللقطة بس لسه الدوري موجود وليسه الدنيا موجودة بس مش معنا كده انه انفربور هياخد الدوري يعني ولا حي لا لا هو بعيد جدا محمد سعيد وبودي انا مش عارفة داي الحلواني ريال مدريد وباريس سان جرمان او ريال مدريد ما تريد كله ما بعيدش عن التوقعات دي ما حدش اد حاجة يعني هو الاسمك تقريبا وطبعا اكتر اسم تكرر ريال مدريد واخيرهم برضو محمود سيد وي خالق حسن وبرسلونا وبرسلونا احمد عمارة وفاتحي برضو باريس سان جرمان برضو زي ما احنا تكلمنا حسني التركي ريال مدريد محمد فاضل في بقى نيو كاسل دي جديدة خالص يعني يا رمضان الحسيني بيقولك نيو كاسل فلوس بقى لو فيه فلوس كتيرة ما بيش مشكلة خالصة